سيارة أيضا وهذا حيوان وهذا انظروا إنسان واحد يمكن أن تخصف به الأرض سبحان الله لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ سبحان الله ورأينا كذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر البشرية بهذه الأحداث قبل وقوعها بأربعة عشر أفضلها عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قيل ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا ظهرت المعازف والقينات واستعمل عليه الصلاة والسلام كلمة آخر الزمان للتعبير عن الزمان الذي تقع فيه هذه الحوادث وبيّن أن حدوث هذه العلامات دليل وإشارة إلى اقتراب الساعة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فاتقوا الله عباد الله واعتبروا بما يجري حولكم وبينكم وتوبوا إلى ربكم لما حدث الخسف بقارون لم يكن السبب يا عباد الله أن القشرة الأرضية كانت لينة وهينا بل إن السبب أنه عصى الله ورسوله كما قال الله عنه فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين اشتركوا في القناة